وحول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب هنا في الأستوديو بي شريف زعبي مهندس وعضو بلدية صابق أهلا وسلام بك سيد شريف إذن استمعنا وشهدنا التقرير ورأينا الفرق الشاسع ما بين نوف هاجاليل والبلدات المجاورة لها ومنها أيضا مدينة الناصرة وهذا على الرغم من أن عدد سكان مدينة الناصرة يقارب ضعف عدد سكان نوف هاجاليل ما رأيك بذلك؟ القضية الأساس هي قضية سياسة مركزية سياسة تمييز عنصري اللي فيها مبنت نتسارة عليت أو نوف هاجاليل اليوم على أساس أنه يهودوا الجليل فطبعا القضية الأساسية هي المسطحات البلد نتسارة عليت مسطحها فوق 35 ألف دنوم وعندها أراضي كتيري مقارنة مع الناصر اللي هي 14 ألف دنوم بنتسارة عليت لحالها في 13 ألف دنوم إخضر بس بالخارطة لهيكلية تبعة نتسارة عليت ما يعادل تقريبا مساحة الناصر تقريبا الناصر والناصر يعني البلداتنا العربية بتطلع عليها أنها لازم تكون فنادق بس لأنه مع شخص العمال والموظفين يطلعوا يشتغلوا بعدين محلات تانية مناطق يهودية فبالتالي في عنا أزمة سكنية البلد بتكون بس للسكن وضغط عليها أنه من الحكومة أنه بس إحنا بتنسكن تجميع هاي خطة الحكومة تجميع أكتر عرب بأكل الأرض وبالتالي قضية المرافق الخضراء هاي الأمور فإحنا بالنسبة لنا يعني صعب أنك تكون يعني من ناحية مناطق نعم وبتبعة الحال يعني هذه السياسات وهذه الظروف تنعكس على حياة المواطنين اليومية الذين يعانون عمليا من اختناقات مرورية شديدة أيضا من عدم وجود مرافق عامة يعني لأيضا له الأطفال يعني نرى أيضا الأطفال في الشوارع في البلدات العربية لعدم وجود حيز عام يلهو به الأطفال يعني حدثنا أكثر كيف تنعكس هذه السياسات على حياة المواطن البسيط طبيعي لما ما فيش تخطيط غير بس للسكن ما فيش مناطق خضراء أو مناطق اللي يكون فيها الأطفال أو الأهل اللي يكونوا فيها فعمليا بيكون أغلب مناطقنا هي شوارع وهي خطرة للأهل فبالتالي أنت الضغط هذا بولد أنه يكون عدد سيارات وطلعني إذا حكيت على أزمة السير وأنه يكون عدد سيارات أكثر في هاي الشوارع فبتلاقي الاختناق كتير بهاي الشوارع يعني مثلا كمان مثل من ناحية رقم يعني وجدوا أنه للسيارة الوحدة بلد سيرت عليت فيه تسعتاشر متر مربع كمساحة إذا نطلع عليها بينما بالناصري التولت يعني ستة متر مربع فهذا بدل قد يش عمليا الاكتفاف بكفيش أنه إحنا في عندنا مساحة أوساع إحنا كمان معناش للأقل عندنا مساحة أقل معناش للسيارات كمان محل اللي يتمشي فيه هي عم بتزيد وبتزيد الأمور هاي كمان هي مش بس بتتعلق قضية الأرض هي كمان بتتعلق بقضية الميزانيات اللي عمليا لما مثلا إذا بننقارن كم مرة بين نوفا جليل والناصري نوفا جليل اللي فيها تلات مناطق صناعية آلاف الدنومات اللي هي بتدر أموال أرنونة للبلدية اللي بتقدر البلدية يكون في عندها ميزانية تعمل المشاريع تطور في البلد وتطور البلد بينما الناصري اللي فيها 150 دنوم منطقة صناعية الجنوبية اليوم والآن يعني تم تطوير منطقة أخرى تقريبا قدها من ناحية مساحة حتى لو يعني عملت مش راح تسد الفجوة اللي من ناحية ميزانيات لصندوق البلدية اللي يقدر يطور هذه المحلات فبالتالي هذا كله مشاكل ع مشاكل ومشاكل إزدحماتي كمان مشاكل عنف وضغط ويعني بالنسبة لنا يعني تضييق الخناق على بلداتنا العربية نعم يعني وأيضا كما شاهدنا في التقرير بأنه يعني الآن بعد وجود كل هذه المساحات الخضراء والمساحات العامة في نتسارة عليت نوفا قليل أيضا وجدوا يعني إمكانية لبناء ممرات لألكلاب يعني لما بصلوا بجودة الحياة والرفاهية إلى درجة أنه في ميزانيات وفي أراضي وفي مناطق قدرة فبصلوا للأمور يعني هن بهتموا هناك بالكلاب وإحنا كمجتمع عربي بعد مش وصلتنا ميزانيات اللي يكون في جنب دارنا وبالحارة تبعتنا إجنينة اللي هي مضبطة هن بالنسبة إلي هن الميزانيات زيادة في عندن زيادة بالميزانية اللي بقدروا يصرفوها وإحنا المجالس المحلية عايشة على أموال من الحكومة على معنى كيئزون بيسموه بالعبراني اللي عملين معنى كيئزون هي تقليص العجز بالميزانية إحنا وين وهن وين فهذا كله بالأساس من سياسة تميز عنصري ولكن إحنا كمان كسلطات محلية لازم يكون كمان مهنيين ونحاول نحسن قدمة مهنيين هنا هذا الفصال التالي ما هو الدور الملقى على السلطات ورؤساء السلطات المحلية العربية المجاورة دعنا نقول لمدينة نوفاقليل من أجل الضغط لربما على الوزارات من أجل الاحتجاج على هذه الظروف والتمييز في الميزانيات والإجحاف بحقهم من حيث الميزانيات لربما يجب منح المزيد من الميزانيات للبلدات العروية لسد الفجوات طبيعي سلطاتنا المحلية لازم تطالب بتوسيع مصطحاتها وعلى حساب البلدات اللي حواليها وبالذات المناطق الكبيرة زي مثلا المجلس الإقليمي يزرعي المثلا اللي هو فيه وكتير أراضي فعملين تقدر أنت تأخذ منها أراضي هذا المطلب الأول المطلب الثاني قضية المناطق الصناعية اليوم عم بيصير أكتر طلب من قبل السلطات المحلية إنهن يشاركوا في ميزانيات المناطق الصناعية إنه يكونوا ينقسم ما بيصير تكون الأرض الصناعية كلها مثلا منتسارة عليت وإنت ما بطلع القاش أرنونا اليوم في مطالب كثيرة وطلبات عم تتقدم لوزارة الداخلية إنه نتقاسم الميزانية اللي بتيجي من الأرنونا وطبعا مطلوب أيضا أن نكون مهنيين أن تكون إدارات لبلداتنا مهنية إنه كيف نتطلع بس على المجلس البلدي إنه محل بس للتشغيل لازم يكون لدينا إدارة تتعامل بمهنية من أجل أن تطور البلد وتضع الخطط المستقبلية لتطوير البلد كل هذا عملين هو كفاح يعني بنعد هذا كفاح وطني من أجل أن تتقدم مجتمعاتنا وبلداتنا إلى الأمام نعم وعدم وجود مساحات وأراضي لتوسع المدن والبلدات العربية ومدينة الناصرة على واجه التحديد يؤدي إلى هجرة يعني من المدينة هجرة الكثير من سكان المدينة أيضا إلى الجارة يعني نوفها قليل وأيضا إلى أماكن أخرى ولكن ما الحل يعني لمن لا توجد لديه القدرة على يعني اقتناء منزل خارج المدينة للأسف أنت هذا اللي حكيته أنه اليوم كمان الإنسان عم بيدور على جودة حياة فبالتالي الضغط اللي بيشوفه بحارته ببلده في قسم من الناس العنف اللي بيشوفه في قسم من الناس بتقرر وزي ما أنت قلت الناس اللي هي قادرة بتقرر أنها تشتري خارج يعني بلدها الأصلي وتشتري مثلا بنوفها قليل عم نشوف إحنا كتير يعني سكان عرب ممكن حوالي 20% اليوم صار بنوفها قليل هني عرب اللي هني أجوا من البلدات العربية المجاوري من ناحية تانية اليوم الحكومة عم بتحاول يعني أنه توقف في هاي الهجرة عم بتخاف منها فهي عمليا عم بتساعد على توسيع المسطحات ولكن بشكل قليل في البلاد عساس زي ما قلت سياستها هي أنه جمع قد ما بتقدر عرب في البلدات العربية عشان هيك النضال لتوسيع المسطحات البلادنا هي أمر مهم لتطوير بلدنا نعم سؤال أخير في حال لم يتغير شيء لم يوسع مسطح الناصرة وأيضا البلدات التي تعاني من أزمات سكنية خانقة ولم أيضا تمنح المزيد من الميزانيات يعني ما هو مستقبل بلداتنا العربية طلعا إحنا وصلنا يعني إلى وضع تقريبا مليئة ببلادنا العربية ما الحل هو فقط طبعا ممكن أنها تهاجر الأهل بس الحل هو بالتوسيع المسطح لأنه غير هيك أنت ما بتقدر البنية التحتي تستحمل الأماكن للسكن فعمليا المفروض أنها بلادنا تتوسع ليكون حل غير هيك يعني بتكون بعدين انتفاضة مرة أخرى على قضية الأرض يعني إذا بظل هيك الوضع الوضع جدا فيه ضغط ولازم خلال السنوات الكريمة هيك أيضا عن الضغط يعني وازدياد عدد السيارات والأزمات المرورية الخانقة وهذا أيضا لربما يولد يعني عصبية وعنف يعني العديد من الموبقات أود أن أشكرك جزيل الشكر شريف زعبي المهندس شريف زعبي وعضو بلدية صابق شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم